إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة ودى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشرى لمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أشار الله وإياكم ووالدنا والمسلمين من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده تعلمون جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقق القلوب في هذا اليوم المبارك بسورة قاف تلك الصورة التي تتحدث عن البعض وما أحوجنا أن نتذكر البعض أحوج الناس إلى تذكر البعض هذا المجتمع المسلم المسالم الذي يسكن أغنى دولة وهو أفقر شعب متناقضات مقيتة أغنى دولة بجميع أنواع الثروات وأفقر شعب بجميع المقاييس والسبب ذلك نسيان البعض نسيان الحشر والنشور نسيان وقفهم إنهم مسؤولون نسيان ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون فلنقرأ القرآن ولنتدبر القرآن ولنتفع بالقرآن أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيامتنا وكنا ترابا من ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها سيا أنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل ودمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق بلهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غبلة من هذا فكشفنا عنك وطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينوها يا ما لدي عتيد ألقيها في جهنم وكل كفار عنيد مناع للخير مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى ناخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينوه ربنا ما وطعته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما نبض الله من العبيد يوم أقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد يوم أقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد ووزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل عواب الحفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجهها بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشعون فيها ولدينا مزيد أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم للمتقين الحمد لله الذي خلق وسوى وقدر ذهداء الصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه الشرف أما بعد أيها الفضل فإن الله عز وجل خلق واختار يختار ما يشاء من خلقي ويختار ما يشاء من أرضي وأرضه طبعا من خلقي هذه المخلوقات هذه الأشهر عدة الشهور إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء والأرض منها أربعة الحرم فلا تظلموا فين أنفسكم هذه الأشهر الحرم تكلمنا عنها في خطبة قبل هذه لكن نريد فقط أن نعرش اليوم على فضائر الأعمال في هذه الأشهر عموما وكان ابن عباس يصمها كلها والحسن البصري وغيرهما من الصحابة والتابعين كانوا يصمها الأشهر الحرم كلها لأن الله يضعه فيها الأعمال الأزمين ليست واحدة رمضان مثلا أعظم من هذه من جميع الأشهر ولكن هناك عشرة أيام أفضل حتى من أيام رمضان لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها كما في صحي البخاري من حديث عبد الله بن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الله أكبر إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء عباد الله أفضل أيام الدنيا أمامك يا عبد الله في الشهر القادم لا يحول بيننا وبينه إلا أسموعا وزيادة البدار إلى النجاة من النار المسارعة إلى القرب من الله في هذه الأيام بماذا؟ ما هو أفضل ما تعمر به هذه الأشهر عموما والأيام العشر من ذي الحجة خصوصا هذه الأشهر عموما تعمر بماذا؟ بماذا؟ بالتوبة أولا توبوا إلى الله عباد الله التوبة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة التوبة من أكل المال العام التوبة من قطيعة الرحم التوبة من الإساءة إلى غيرك التوبة من كل الذنوب من تاب تاب الله عليه عبد الله إذا توبت إلى الله فإن حملة العرش يستغفرون الله للمؤمنين التائبين قال الله الذين أحملون العرش من حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسوت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم نتوب إلى الله من صحبة الأشرار لأن صحبة الأشرار سبب في دخول النار نتوب إلى الله من الكذب ومن الخيانة ومن النميم نتوب إلى الله من جميع الذنوب نبر والدين أحيا وأموات التوبة ثم بعد ذلك كثرة قراءة القرآن رتل القرآن ترتيلا اقرأوا القرآن كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي من القيامة شبيعا لأصحابه روه مسلم ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشرين أمثالها لا أقول ألف لا من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف روه البخاري ثالثا تعمر هذه الأيام بالصدقة الصدقات عن الفقراء والمساكين نحن كما أسألنا في بداية الخطوة أفقر شعب يحتاج إلى الصدقات يحتاج إلى النفقات يحتاج إلى ما يقتات به يوميا والله عز وجل امتدح المنفقين فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا ولا شكورا إنا نخوف إنا نخوف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وكانت النتيجة من الله مباشرة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا بعد ذلك رابعا وأخيرا وخامسا وأخيرا الصيام الصيام في هذه الأيام فيها إلى الشهر عمما فضيل لكن الأشهر العشر اللي هي أفضل أيام الدنيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمها كلها كما قالت عائشة طبعا إلا اليوم العاشر لأنه يوم لأنه يوم العيد وحرام صيامه يصمها كلها ويقول كما في الصحيح من صام يوم عرفة كفرت عنه ذنوب السنة الماضية والقادمة يوم عرفة أي يوم وقوف الحجاج بعرفة من صام ذلك طبعا ولا يصمه إلا غير الحجاج أنت هنا لم يعطيك الله أن تحج أسأل الله لي ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ورزقا موفورا أسأل الله أن يحتق هذه الرقابة من النار أسأل الله أن يبلغ هذه الأبدانة بعافية وأن يبلغ هذه القلوبة بالإيمان وأن يبلغ هذه الجوالح بطاعة إخواني بادروا البدار البدار حتى ننجي أفوسنا من النار أسأل الله عز وجل بشميع أسمائي الحسنى وصفاته العلا أن يصلي على محمد وعلى آل محمد من الميزان ويبلغ العمو التهرضى أسنة عرش وأن يغفر لي ولكم شميع الدنوب اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ورياتنا اللهم لا تدع لنا جميعا دمًا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مرضًا إلا شفيته ولا دين إلا قضيته ولا ولدًا ولا ابتًا إلا أصلحته ولا حاجت من حوائج الدنيا ولا خرت إلا قضيته وإسرته اللهم أعطق هذه الرقابة من النار اللهم أولا إعبادك بنوا عبادك بنوا عم بنوا إيمائك نواصحهم بيدك جالسين وبيتهم بيوتك أداف رضي مفراضك أسألك أن لا تدعى لأحد منهم حاجة دنيوية وخوية إلا قضيتها وجعلتها زيادة له في قربك وزيادة له في الإيمان بك اللهم اغفر لنا جميعا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ولياتنا ولمن أحسن إلينا ولمن دعالنا ولمن وصعنا ويستحق لنا الدعاء اللهم اغفر لنا جميعا وغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن صلى فيه ولجرانه ولجميع المسلمين والمسلمات الحامل من الموت اللهم اصلح اللهم ارجحنا ونرجح ابنائنا وبناتنا وبناتنا وابنات المسلمين اللهم صلي وسلم وزي وبارك على محمد وعلى الله وصحبه يغفر الله لنا ولكم